السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات ليست كل حالة امساك تشير إلى تشنج قولون أو إلى التهاب قولون سأقدم اليوم سبع علامات هامة وخطيرة تشير إلى أن سبب الامساك هو سرطان قولون الامساك من الأعراض الهضمية الشائعة كل خمس أشخاص هناك شخص يشكو من الامساك ومع تقدم العمر فإن خمسين بالمئة من الأشخاص يصابون بالامساك بعض الأشخاص يشتكون من نقص في عدد مرات دخول الحمام وبعض الأشخاص يدخلون الحمام أقل من ثلاث مرات في الأسبوع بعضهم مرتين والبعض الآخر مرة واحدة في الأسبوع هذا فعلا امساك هناك أشخاص يشتكون من صعوبة في الحمام والشخص يضغط بشكل كبير كي تتم عملية خروج الفضلات ويترافق ذلك مع ألم وهذا يتكرر دائما بعض الأشخاص يشتكون من صلابة شديدة في البراز بعض الأشخاص يحتاجون لاستخدام تحاميل أو حقا شرجية وملينات كي يستطيعوا إتمام عملية إخراج الفضلات والبراز والبعض يحتاج للشطاف وإدخال الماء من المستقيم سرطان القولون يعتبر من أسوأ وأشرس أنواع السرطانات على الإطلاق وهو من أكثر السرطانات شيوعا على مستوى العالم عند السيدات هو رقم 2 في الانتشار وعند الرجال هو رقم 3 في الانتشار طبعا النسبة تختلف من بلد لآخر لكن هذه الإحصائيات عالمية هذا السرطان الشرس سرطان القولون إذا لم يتم كشفه مبكرا فإن علاجه سيكون صعبا جدا وللأسف الشديد معظم حالات سرطان القولون يتم اكتشافها بشكل متأخر ويكون علاجها صعب جدا أهم شيء يجب أن تعرفه عن سرطان القولون هو الأشخاص والفئات الأكثر تعرضا للإصابة به ويجب على هذه الفئات المتابعة مع الطبيب والفحص الدوري والكشف المبكر لعلاج سرطان القولون في الوقت المناسب الأشخاص الذين يعانون من الإمساك هؤلاء الأشخاص وخاصة كبار السن يمكن أن يكون الإمساك عندهم علامة على وجود سرطان القولون هناك علامات خطيرة سأتحدث عن أهم سبعة منها وجود واحدة أو أكثر من هذه العلامات عند الشخص الذي يشتكي من الإمساك يجعلنا نشك بنسبة كبيرة بإصابته بسرطان القولون العلامة الأولى وهي من أخطر العلامات وجود دم في البراز دم مشاهد بشكل واضح بالعين المجردة هذا الدم في معظم الأحيان يكون لونه أحمر وفي حالات قليلة يكون بني أو أسود وجود الدم عند الشخص المصاب لا يترافق مع ألم وعدم وجود ألم هو أمر خطير فالشخص عندما يشكو من نزف دم مع ألم تكون الشكوى موضعية يعني مثل إصابته ببواسير شرجي أو شق شرجي أو إصابة طفيلية مثل البلهارسيا أما الدم بدون ألم فهو خطير وهذا يجعلنا نشك بسرطان قولون وعلينا في هذه الحالة إجراء مجموعة من الفحوصات للتأكد من ذلك والبدء بالعلاج العلامة الثانية وهي نقص الوزن السريع وهي من أخطر العلامات فعندما يشكو شخص من نقص وزنه بشكل سريع فهذه علامة خطيرة يجب الاهتمام بها وقد يكون السبب سرطان قولون فالأشخاص بعد سن 40 إلى 45 سنة يبدأون عادة بكسب الوزن وليس بنقص الوزن ومع التقدم بالعمر يزداد الوزن وتقل الحركة في الحالة العادية أما نزول الوزن فهذا يمكن أن يكون خطيرا جدا وخاصة عند نزول 8-10-14 كيلو جرام عند الشخص خلال شهرين أو ثلاث أشهر وبدون حمية أو دايت الوزن ينزل لوحده وبشكل واضح هذا مقلق وخطير ونشك مباشرة بسرطان قولون وطبعا بشكل عام نزول الوزن بهذا الشكل علامة خطيرة وموجودة في معظم السرطانات العلامة الثالثة فقدان الشهية كل شخص معتاد على كمية ونوعية من الطعام يتناولها وعلى وجبات معينة في كل يوم عندما يلاحظ الشخص فجأة أنه غير مهتم بتناول وجباته لا يتذكر وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء وينساها وغير مهتم بتناول الطعام وعندما يصبح هذا الشخص لا يشعر بالجوع أبدا مع أنه سابقا كان يشعر بالجوع بمجرد التأخر ولو قليلا عن موعد وجباته وهذا الشخص يبدأ بالإحساس بعدم الرغبة بتناول الطعام وأيضا بنسيان الطعام ورفض تناول طعام من شخص يقدمه له يرد ليس لدي شهية أو ليس لدي رغبة بتناول الطعام هذه العلامة مقلقة وخطيرة وتجعلنا نشك بسرطان قولون وعند ترافق نقص الوزن السريع مع فقدان الشهية فالشك يكون أكبر بوجود سرطان قولون العلامة الرابعة هي فقر الدم أو أنيميا حادة بنقص الحديد بتحليل الدم عند شخص طبيعي هيموغلوبين الدم عند الذكور 13.5-14 عند الإناث 11.5-12 فعندما يكون مستوى الهيموغلوبين تحت 13.5 عند الرجال وتحت 11.5 عند السيدات فهذا يشير للإصابة بفقر دم أو أنيميا وطبعا تحليل مخازن الحديد في الريتين هام جدا بعض الحالات تكون الأنيميا حادة ومقلقة وتجعلنا نشك بوجود سرطان قولون ويكون الهيموغلوبين بالدم منخفض بشكل كبير 8 أو 7 وهذا يعني أن هناك فقدان دم بشكل كبير والشخص الطبيعي لا ينزل الهيموغلوبين عنده إلى هذا المستوى يمكن أن ينزل بشكل بسيط فقط فعند الرجال يمكن أن ينخفض مستوى الهيموغلوبين بسبب قرحة في المعدة أو بواسير شرجية ونزف الدم وعند السيدات يمكن أن ينخفض الهيموغلوبين بسبب نزف شديد في الدورة الشهرية لكن عندما نجد الأرقام متدنية يعني هيموغلوبين 8 أو 7 وببعض الأحيان 6 فالخطورة والقلق الأكبر هو وجود سرطان قولون فسرطان القولون هو المسبب الأكبر للأنيميا الحادة أو فقر الدم الحاد بنقص الحديد لذلك عند اكتشاف أنيميا حادة بنقص الحديد يكون ذلك موجها هاما لإجراء فحوصات والكشف عن سرطان القولون الأشخاص الذين يشكون من أنيميا نقص حديد وعندهم إمساك مستعصي ومزمن هذا يجعلنا نشق بوجود سرطان قولون ويستوجب إجراء فحوصات وكشف والتأكد من ذلك والبدء بالعلاج فورا العلامة الخامسة وجود دم خفي في البراز هذه علامة خطيرة فالشخص المصاب لا يشاهد الدم وهو يشكو من أنيميا حادة أو فقر دم لكنه لم يشاهد دم في البراز هذا الشخص عند إجراء تحليل براز له وتحري للدم الخفي يعني البحث عن وجود دم في البراز غير مشاهد بالعين المجردة تكون النتيجة إيجابية ويوجد عنده دم خفي في البراز وهذا يدل على أن هذا الشخص ينزف بشكل دائم ومستمر كميات دم قليلة لكن النزف مستمر ويومي لذلك يفقد على مدار الأيام والأشهر كميات كبيرة من الدم هذه علامة خطيرة تشير للإصابة بسرطان قولون العلامة السادسة الإمساك المستعصي والذي لا يستجيب على الملينات والأدوية والأعشاب وحتى لو أخذ الشخص المصاب الأدوية والعلاجات بجرعات كبيرة فإنه لا يستجيب والإمساك يرافقه بشكل دائم وهذا يدل على أن هناك إنسدات شبه تام وهذه علامة خطيرة تجعلنا نشك بوجود سرطان قولون العلامة السابعة بعض الأشخاص يشكون من إمساك شديد في معظم الوقت لكنهم يشكون أحيانا من إسهال ويعود الإمساك بعد ذلك من جديد هذا التناوب بين الإمساك الشديد غالبا والإسهال أحيانا يجعلنا نشك بسرطان قولون يجب الاهتمام والانتباه عند الأشخاص بعمر خمسين سنة وما فوق فالشخص الذي يشكو بشكل مفاجئ من أعراض قولون مغص وتقلصات ونفخة وآلام وهو لم يشتكي من أي أعراض قولون في حياته هذه الأعراض تجعلنا نشك بسرطان قولون ويجب إجراء الفحوصات اللازمة والبدء بالعلاج مباشرة هناك علاقة وثيقة بين الإمساك وسرطان القولون وللأسف الشديد معظم حالات سرطان القولون يتم اكتشافها بشكل متأخر ويكون العلاج صعب جدا وغير مشجع لذلك أنصح بالاهتمام عن ظهور الإمساك والعلامات السبعة التي ذكرتها ومراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والبدء بالعلاج فورا وذكركم أيها الأحبة بالاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو كي يصل لأكبر عدد من الناس وتعم الفائدة الأشخاص الذين يدعمون قناتي بميزة شكرا هذه الميزة المتوفرة في معظم دول العالم أنا أشكركم من القلب شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالإعجاب وبمجموعة من المشاهدات والتعليقات في كل فيديو وضعت تعليق مثبت يوضح طريقة التواصل معي من أجل الحجز والاشتشارات الطبية تابعوني دائما نكونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته